قديما قالت العرب السلطان البعيد عن السلطان افتتاحية العميد أحمد عبد العزيز الجار الله من أدبيات العرب المتوارثة أن السلطان يكون بين شعبه مطلعا على أحواله عاملا على حل مشكلاته وحين يبتعد عنه يكون سلطانا بعيدا عن سلطانه وعندها لا تتحقق رغباته مهما كانت نافعة لأنه عزل نفسه بإرادته وأفسح في المجال لممارسة العنف ضد كل من يسعى إلى نصيحته فيسن قوانين تسمح بظلم كل ناصح ولهذا تنجأ الدكتاتورية وتزيد النقم عليه أما السلطان الحكيم فهو الذي يأخذ برأي كل ناصح ويتبصر فيما يقال له عن أمور العامة لأنه يسعى إلى إقامة العدل الذي يوفر له الأمن والأمان لقناعة العامة بأن ذلك في مصلحتهم وفي العالم اليوم لم يعد هناك ما يقفى على الناس خصوصا في عصر حرية الرأي والتعبير والحق بالحصول على المعلومات ولهذا باتت مساحة حرية وسائل الأعلام والتواصل الاجتماعي كبير جدا وبالتالي حين يعزل السلطان نفسه عن شعبه فأنه ينعزل عن ذاته لأن الحقيقة لم تعد تخفى بغربال القمع هذا التطور الكبير قابلته الدول بمزيد من التشريعات المرنة إذ يكفي مثلا أن تكون عقوبة ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي غرامة مالية في حال كان المنشور يعتدي على خصوصيات الأشخاص العاديين بينما الشخصيات العامة والعاملون في الشأن العام يتعرضون يوميا لمئات الانتقادات ولا يتخذ أي إجراء بحق المنتقد للأسف في الكويت التي كانت حتى وقت قريب تعتبر واحة الحرية الأعلامية عربيا وتحت الأعلى المراتب في حرية الصحافة جاءت مجموعة قوانين لتفسح في المجال للسلطة بممارسة ديكتاتورية مقنعة أكان في قانون الجزاء العام أو المطبوعات أو الاتصالات أو الجرائم الإلكترونية والأخير هو الأشد قمعا لحرية الرأي والتعبير كل هذه الترسانة القانونية أدرجت فيها عقوبة حبس الصحفي والناشر والمغرد أو مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ولهذا وصل عدد الأحكام الصادرة على المغردين فقط ما يزيد على ستمائة من بينهم نحو مائة وخمسة وأربعين يقضون عقوبات لسنوات طويلة في السجن منهم اثنتاني وثلاثون امرأة كل هؤلاء لم يخفوا أسماءهم لقناعتهم أن الكويت وطنهم الذين يدافعون عنه ويسعون إلى أن يكون الأفضل فيما أولئك الذين ينشرون بأسماء مستعارة ويهتكون كرمات الناس ويدافعون عن الفساد والمفسدين لا أحد يلاحقهم فيما إذا أرادت السلطة قمع الصحفي أو المغرد الأمين سارعت إلى اتهامه بتهم جوفاء وهي ألمس بأمن الدولة أو زعزعة علاقات الكويت بجيرانها والدول الصديقة لتمارس ابتزازا من نوع آخر ضد المغرد أو الوسيلة الأعلامية أو الصحفي لا شك أن القضاء الكويتي النزيه والعادل هو الحصن الحصين لكل هؤلاء فهو ينصفهم ويمنع جور السلطة لكن ذلك لا يكفي لأن مجموعة التشريعات العوراء بسبب الثغرات الكثيرة فيها تكون عائقا صريحا أمام القضاء وللأسف أن المشرعين الكويتيين وغالبيتهم ممن لا يسعون إلى حرية أعلام وصحافة وصدق في الرأي لم يحاولوا يوما إلغاء هذه القوانين حتى تبقى سيفا مصلطا على رقاب الناس لهذا السبب وغيره بدأت تحتلأ الكويت المراتب الأخيرة في الأحصاءات العالمية بدءا من التعليم مرورا بالسياحة والاستثمارات الأجنبية فيها وصولا إلى حرية الأعلام وهو ما جعل الناس تصرخ مما وصلت إليه لأن السلطان أوكل الأمر إلى غير أهله بينما الحكيم هو من يسمع صوت شعبه قبل أصوات المستشارين وعندما يقابل ذلك بحل مشكلات الناس ستتوجه بالدعاء إليه بدوم الصحة والعافية والاستقرار